تعالوا نروح بقى للنادي الاهلي ما بين صفقات محتملة ما بين لعبين معارين احتمال يرجعوا احتمال لأ ما بين لعبين ينوي الاهلي الاستغناء عنهم كصص كبيرة وكثيرة تعالوا أشرحها لحضراتكم لسه توابع الخسارة بتاعة الاهلي إنها يبطوط أفريقيا أمام الوداد ما خلستش عشان كده لاجنة التخطيط طلبت من موسماني ورقة مكتوبة بتوقيعه حول مصير بعض اللاعبين سواء اللي هيمشوا أو اللي طلب ضموهم للفريق أو اللي هيبقى عايزة رجعهم من الأعرى طيب تعالوا نقول لكم اللي هل عايز مين ورفض يمشي مين وما عندوش مانع إن مين يمشي تعالوا نبدأ باللعبين المطلوبين في الأهلي قبل الموسم الجديد أول واحد هو أحمد عظف لاعب فيوتشر مصطفى شلبي لاعب إنبي جون إبوكا لاعب إنبي مهند لاشين لاعب طلاع الجيش ومحمد علي بن رمضان لاعب الترجي ومحمد صبحي حارس فاركو ومصطفى الزناري مدافع طلاع الجيش دول اللاعبين اللي الأهلي بيفكر فيهم وعايز يضمهم أو يضم مجموعة منهم في الموسم الجديد طيب اللي بعد لعبون كرارت لجنة التقديد بالأهلي عودتهم من الأعارة دول الأهلي كرار أعادتهم من الأعارة أحمد ياسر ريان الطاير تركي كريم ندفد لعب وسط فيوتشر أحمد ربضان بيكهم مدافع سموح لعبون لا تمنع لجنة التقديد بالأهلي في استمرار إعارتهم محمود عبد المنعم كهربا وولتر بواليا وولتر بواليا كمان بيها لعبون لا تمنع لجنة التقديد بالأهلي أيضا إعارتهم محمد محمود ولويس ميكي سوني ورامي ربيعة لعب ترفض لجنة التقديد بالأهلي رحيله حسين حسن وهجلكم بعد شوية لحسين حسن